106 فجرت ليست أرواحاً لكنها أبراجاً كانت تمد روح العراقي بالحياة وهكذا دوليك تقتل وتستهدف حياة المواطن وتذهب مشاريع المستقبل سدعاً وقيلت فيما مضى كلمة عابرة على لسان مدرك للمسألة الأخطر تجدراً في تاريخ البلاد أن استهدافاً للكهرباء هو الأكثر سهولة للوصول إلى تحقيق المصالح والنفوذ على حساب المواطن نقطة الضعف القصوى تستمر معركة التخريب التي تدمر بنية الكهرباء التحتية تواجه القوات الأمنية مسلسل اغتيال أبراج الكهرباء بإحباط هجومين جديدين لخطوط نقل الكهرباء في نينة وواديالة ولا يحتاج الأمر إلى بصارة لتكشف سوء الطالع واليد الفاعل فالوثيقة الأمنية التي حصلت التغيير عليها وثقت حصيلة الاستهداف خلال عام 2021 فقط لكن العدد 106 ليس ثابتاً إنما تضاف إليه عملية استهداف 54 خطاً تعرضت لهجمات مباشرة 50 عملية بأسلحة مختلفة وكل شيء فيها متاح عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وكأنها معركة لأجل انتصار الظلام على الحياة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حاول صعق ملف الكهرباء بطيار المكاشفة والمصارحة ربما يربط خطاً من خطوط قطعت بالفساد والترهل لكنها مكاشفة مؤلمة عند حديثه عن صرف 80 مليار دولار على ملف الكهرباء منحتها الحكومة السابقة لأجل حلول جذرية لم تفعله الكاظمي وضع الحقائق على الطاولة التي تنتظر حلولاً فاعلة تضمن حماية الأبراج التي ينظر إليها الناس على أنها أبسط الحقوق التي تعكس قدرة الدولة على إدارة أزمة حولت العراق إلى بلد يفتقد مقاومات الحياة